الخبر الأول الذي عادنا عن قمر مار وسفرها الإمارات فقمر كتبت بالباي وبحسبها بالإنستجرام الموقع دبي وهذه يعني أكيد هي راح تسافر دبي إذا ما سافرت أصلا وهذه يعني ممكن هي التلتقي بنور مار وبأنسوا بيسان اسماعيل فاشارة توصل بالسلامة يا رب وش توقعني يا حباب بسبب سفرها للدبي للإمارات ونفس الوقت يا حباب هي علنتون راح تنزل مقطعوية عائلة أحمد و سالي اللي هم عادتون بقناة تقريبا بها مليون مشترك نزلوا هذا اللي سوف يسوون مقطعوية قمر عن تحدي هذا اللي كهرب هو تحدي الكذب مرحبا يا جماعة حينزل فيديو جديد زين أنتم جاهزين على قناتنا إن شاء الله بكرة من نفس الموعد مع أمر الطائي أمر مار هذا الفيديو في يو بلاوي لازم تحضره نتغل حاليا نارين بيوتي ونقصفها النور ستارز فاكمنا يا اسمها مرامل علي نزلت على حسب بالإنستجرام هذا البوست اللي كان بيها هذه الصورة اللي كان بيها السيت أب مال الجيمينج وبنفس الوقت كانت كاتبة عليها لما تسرق في كرة ترفيقتك وانت قاعد ببيتها والواضح أنه قاعد ينقص فون نور ستارز اللي هي لما نباقة الفكرة مال جيميك من نارين بيوتي وصارت الدرامة البوكاية يومها وطبعا نارين بيوتي كتبت لها كوميت على هذا البوست أو الشيء كانت أصحاك وكتبت لها يسلم لي جماله وطبعا البوست كلها كان عبارة عن الكوميتات يقولون أنها يتقصص فون نور ستارز وطبعا نارين بيوتي وشكاتبين عليهم وانت قاعد أن يسح يسافر الفلسطين أو الأردن وكاتبين انتظروا فيديو باتشر عن متعفهم الحقيقة وهذا يعني هم رح تقرقون لمرة ثانية فترة طويلة فالله وصل باستلامة يا رب وبنفس الوقت يا حباب دعنا ننتظر ونشوف المقطع باتشر وبنسبة الوصول تكت في نزل هذا الستوري لعنما خلال أنه رح ينزل مقطع باتشر فانت تقعون يا حباب انه يجازت رح تكون وياه بالفيديوهات حسب الأذية وانه بالنهاية الحياة الخصيرة فهي ممكن تصالح بياه نارين بيوتي فانت توقعون يا حباب ممكن بلاي مجال ونشوفوا الحصربيات ونكتبونها بالكومنتات شون توقعاتكم لهذا الموضوع ستفرحون أو لا وبنفس الوقت يا حباب واحد من متابعين صار يسألها انه شفتي شوني نزلت عليك نارين بيوتي اللي هي البوست مال مريم علي فنزلت هذا الستوري كاتبابي الصراحة ما بهمني فلانة شوني منزلة خليهم مشغولين بياه وانا مشغولة بنفسي يا الله هيدي الجميع وينظف نفسهم بعدين انتو ما قصرتوا دائما بظهري توقصوا الخير تنزل ناري بيتشين ما تنزلها هي ما مهتم لهذا الشي فاكتبون يا حباب بلكومنتات شاركوا من اللي صار وتيو يا نور ستارز أو يا نارين بيوتي ونختم آخر شي بقى نسوا أصلي يا حباب اللي ينزلوا هذا البوست أو هذا الستوري اللي كانت بيبي انه لغينا فكرة مقطعنا اليوم احترام الاهل الجزائر اعظم الله أجركم وإن شاء الله اخر حزاكم طبعا صارح حركة حلوة بنفس الوقت اللي ينصرح للجزائر ولا يحميهم ويحفظهم يا رب ولا تسلسون يا حباب انه تدعو لهم انه الله يحفظهم يا رب حالي قاعد يصير بالجزائر شوية حروق ومذرشينه فالله يحفظهم يا رب ويصلى حباب منه وصلاة المقطع فجروا هذا المقطع باللايكات وبيس اشتركوا في القصص ومع السلامة اشتركوا في القناة